السلام عليكم كل سنة وانتوا طيبين هنعمل فطور النهاردة في ساعة واحدة بس وكمان فطوره فيه فراخ وطعمه لذيذ وجميل جدا انا واسقة ان الوصفة دي هتعجبكم جدا وكمان هنعمله بالرز المصري اول حاجة هنجيب حلة انا بستعمل الحلل لستلس حلوة جدا في الوصفة دي هنحطها على نار متوسطة ونحط فيها ربع كباية صغيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من الزبدة وهنسيب الزيت والزبدة يسخنوا مع بعض كويس وهكون غسلة الفراخ بتاعتي كويس ومصفيها ومقطعها الفرخة بتاعتي كيلو ونص صحية انا قطعتها لسبع قطع هحط كده الفراخ في الزبدة والزيت بعد ما ساخنه زي ما انتوا شايفين كده وكل شوية هقلب في الفراخ انا عايزة اشوح الفراخ او اشوح الفرخة تشويحة بسيطة مش عايزاها تحمر بس عايزاها تغير لونها للون الابيض زي ما انتوا شايفين كده يعني بندي لقطع الفراخ صدمة من جميع الجهات عشان تحتفظ بالسويل بتاعتها جواها وقطع الفراخ تكون طرية من جوا هنفضل كده نقلب فيها شوية لحد ما تتشوح في الزبدة والزيت زي ما قلتلكو بعد كده نخرجها من الزبدة والزيت في طبق ونحطها على جنب وفي نفس الحلة هنوطي النار شوية وهنضيف في الزبدة والزيت اللي شوحنا فيهم الفراخ تلات طماطميات متوسطين وبصلايا صغيرة مقطعة اربعة اربعة ومعلقة صغيرة من التوم الفروم ومعلقة كبيرة من الملح الاضافات دي بنضيفها على بعضها زي ما انتو شايفين كده وهنضيف كمان معلقة صغيرة مليانة من البابريكا المعلقة بتكون مليانة وبنفس المعلقة هنضيف معلقة صغيرة مليانة من الكركم ومعلقة صغيرة من الكار وربع معلقة صغيرة من القرفة النعمة وربع معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر ونصم علاقة صغيرة من الفلفل الاسود وكمان هنضيف على المكونات دي مكعب مرأ الدجاج ممكن تضفوه وممكن لا انا بستخدم فاين فودز مش مقاطعة ادخلتها البرنامج لقيتها مش مقاطعة انما ماجي لقيتها مقاطعة خلي بالكم وكمان معلاءة كبيرة من السكر شايفين انا باضيف الاضافات دي كلها مع بعضها مرة واحدة وطبعا ما هديها النار لحد ما خلص وكمان هضيف كباية اللي ربع من اللبن وثلاث كبايات من المية لو عاوزين تزودوا كمية اللبن زودوها ممكن تضيفوا كبايتين من اللبن بس انا بضيف كباية واحدة بس طبعا بتكون اقل دسم وطبعا موفرة شوية كده انا ضفت كل المكونات مع بعضها هقلبهم مع بعض تقليبة خفيفة وهعلي النار شوية النار تكون متوسطة وهغطي الحلة واسبها تغلي بعد الغليان اسبها تغلي خمس دقايق دلوقتي هنعمل الرز هنجيب حلة ونحطها على البوتاجاز انا مش مشغلة النار دلوقتي وهضيف في الحلة الرز انا هستخدم كله اللي ربع من الرز حوالي كبايتين كبار وربع كباية من الزيت ومعلقة كبيرة من الملح وبرضو الاضافات دي كلها بحطها في الحلة مرة واحدة وهضيف كمان مكعب مرأة دجاج وممكن تستغنوا عنه بعد كده هضيف المية انا بستعمل للرز مية من الحنفية عادية خالص انا استخدمت كبايتين من الرز هستخدم تلات كبايات من المية او كبايتين ونص من المية الرز المصري لكل كباية رز كباية وربع من المية او كباية ونص بحد اقصى انا بستخدم المية من الحنفية ما بغليهاش خالص يعني بردة من الحنفية عادية خالص بعد كده هقلب المكونات مع بعضها وهشغل النار احقليها متوسطة واغطي الحلة واسيب الرز لحد ما يبدأ في الغليان زي ما انتو شايفين كده بعد كده هقلبه تقليبة ووطي النار سنة بسيطة يعني تكون تحت المتوسطة بشوية وهاغطي الحلة وهاسيب الرز يتشرب المية بتاعته اول ما الرز يتشرب المية زي ما انتو شايفين كده هو لسه ما استواش هو يدوب يتشرب المية بس هوطي النار خالص وهقلب الرز تقليبة خفيفة هنا انا بعد ما قلبت الرز لقيت المية بتاعته نشفت خالص في المرحلة دي ممكن ازود له ربع كباية مية عادي مش هيحصل اي حاجة خالص وهقلب الرز كمان تقليبة خفيفة وهغطي الحلة واسيبه يستوي على نار هادية جدا دي كده تكاية بسيطة ممكن تعملوا بها الرز وما تخافوش ولا هيعجن ولا هيبوز منكو دلوقتي نرجع لصلصة الفراخ اللي عملناها طبعا انا سبتها بعد الغلايين لمدة خمس دقيقة لما عملت الرز بعد كده هخفقها بالخلاط او اضربها في الخلاط لحد ما تكون نعمة جدا ممكن لو عندك هند بلندر تخفقيها به وممكن تنقليها في الخلاط العادي وتضربيها كويس جدا لحد ما تكون نعمة خالص زي ما انتو شايفين كده دلوقتي هنرجع قطع الفراخ اللي شوحناها في الصلصة دي هنرجحها زي ما انتو شايفين كده كلها مرة واحدة وهنزبط الملح بتاعنا لو لانها محتاجة ملح نحط لها شوية صغيرين بعد كده نغط الحلة ونسيب الفراخ تستوي وكمان الصوس ده يقل شوية ويتقل وبتكون بالقوام والشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده في اضافات اخيرة هنحطها بعد الفراخ ما تستوي وهي نص معلقة صغيرة من الزبدة ونقطتين خل او نص معلقة صغيرة من الخل وكمان معلقة مستردة وممكن نستغنى عن المستردة ونقلب الفراخ في المكونات دي تقليبة خفيفة كده بعد كده نغرفها للاكل وده الرز بعد ما سبناه استوي على نار هادية جدا شايفينه مستوي خالص وابيض جدا ازاي ومفلفل الحباية بحبتها زي ما انتو شايفين كده تعالوا نغرف الاكلة الجميلة بتاعتنا ده الرز هوا هورهو الكتاني شايفين الرز مفلفل ازاي الطريقة دي نجحة جدا الرز الابيض ما بيعجنش فيها ابدا اعملوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا ممكن طبعا تغرفوا الاكلة دي في سيرفيس كبير وممكن تغرفوه في اطباق منفصلة ودي الحلة اللي انا عملت فيها الرز الحلة دي استلس مش لازق فيها الرز خالص زي ما انتو شايفين كده ممكن طبعا تحط الفراخ في طبق كبير وعليها الصوس بتاعها وممكن تحطه في كل طبق او على كل طبق الكتعة بتاعته وعليها شوية من الصوس وبكده نكون خلصنا وصفة النهاردة وفي اقل من ساعة كمان وطعمه جميل جدا ووصفة حلوة جدا جربوها انا واسقة ان هي هتعجبكم وكل سنة وانتم طيبين